بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنحن اليوم على موعد مع محاضرة عن أحكام السفر كما هو البرنامج المعد من الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في المسجد الحرام إذا تأمل الإنسان أحكام الشريعة الإسلامية وجد أنها قد جعلت تنظيماً لكل حال من أحوال الناس ومن ذلك أحوالهم في السفر وما يعتر الإنسان من أمور وتغيرات تعرض له غير متوقعة أو نادرة وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وتيسيره للأمور فالله جل وعلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومن ذلك تنظيمه جل وعلا لهذه المسائل السفر في لغة العرب مأخوذ من الظهور والبروز يقال أسفر الإنسان إذا بان وظهر وخرج من العمران وأيضا من الإسفار وهو الإضاح لأن السفر يظهر حقائق الناس والأمور التي كانوا يتسترون عليها في حال حضرهم تبينوا وتظهروا في السفر ولهذا كان من علامات معرفتك للشخص إذا أردت أن تعرف به أن تكون سافرت معه أو جاورته أو تعاملت معه ببيع وشراء ونحو ذلك وأما المعنى الاصطلاحي للسفر فهو خروج الإنسان عن العمران قاصدا قطع مسافة معينة أو مدة محددة أو غير ذلك والسفر له آداب ينبغي للإنسان أن ينتبه لها عندما يريد السفر أو يتلبس به حتى أنه يكون سفره مباركا وسليما الأمر الأول أن يستخير الله جل وعلا في هذا السفر وفي وقته وفيما يستعمله من مركوب فيه وجهة الطريق التي يسلكها فيه ولهذا شرعت صلاة الاستخارة للإنسان المسلم يصلي ركعتين من غير الفريضة ويدعو في آخرها أو بعدها بهذا الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خيرا لي في عجل أمري أو أجله اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خيرا لي في عاجل أمري أو أجله أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاكتبه لي ويسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في عجلي أمري أو أجله أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصفني عنه واصفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به الأمر الثاني هو أن الإنسان قبل أن يباشر السفر عليه أن يتوب يتوب إلى الله جل وعلا لأنه لا يدري ما يعرض له ويغفل في حال سفره عن ذنوبه فعليه أن يستذكر ما سبق منه ويحاول أن يتوب من الكبائر بأعيانها ومن الصغائر بجملتها وعليه أن يرد المظالم لأصحابها ويتحلل منهم سواء كانت هذه المظالم مما يتعلق بأخذ مال أو كانت كلاماً وغيبةً ونميمةً ونحو ذلك ويجتهد في سداد الديون التي عليه ويكتب وصيته فيما يتعلق بأهله وماله ويشهد على هذا العمر الأمر الثالث أن يحرص على أن تكون نفقته نفقة طيبة لا تكون تجتمل على شيء من الشبهات أو المحرمات فإن هذا أعوان له على تسهيل سفره وسلامته وتوفيقه فيه الأمر الرابع هو أنه لابد أن يتعلم أحكام ما هو مقبل عليه إن كان سفراً لحج أو عمره يعرف أحكامها لألا يقع في شيء من التقصير في أجزائها أو يرتكب شيئاً من المحظورات وهذا مع الأسف يقع كثيراً كثير من الناس يأتي للحج أو يأتي للعمرة ثم يأتي يسأل وقع في كذا وقع في كذا وقع في كذا هذه الأمور كان المفروض أن تعرفها قبل أن تنتقل من بلدك أن تتعلمها وأنت عند أهلك وتطبيقها على الوجه الصحيح إذا أتيت إلى هنا إذا كان الإنسان يريد أن يسافر لجهاد فيتعلم ما هو المطلوب منه فيه من طاعة ولي العمر ومن طاعة قيادته ومن طاعة الأوامر التي تصدر له بالتوجيه والتنفيذ ونحو ذلك وإذا كان يريد أن يسافر لتجارة فلا بد أن يعرف أحكام المعاملات التي تدار هناك حتى لا يقع في شيء من الربا والغرر والميسر ونحو ذلك الأمر الخامس أو السادس أن يختار له رفقة صالحة تعينه إذا ذكر الله تعالى وتنبهه إذا غفل لأن الإنسان في السفر يقل فيه الأعوان فيحتاج إلى صاحب يكون بينه وبينه رفقة بحيث ينهاه عن الخطأ ويشجعه على الصواب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي وهذا في كل الأحوال لكنه يتأكد هذا المعنى في حال السفر السفر العمر السابع أن يوصي أهله بتقوى الله فينبههم على ما ينبغي أن يحافظ عليه من الصلاح والمواضبة على الصلاة والالتزام بالأحكام الشرعية وعدم مخالطة الأشرار والعناية بصغاره وجعل ولي وكيل وصي يقوم بالنيابة عنف الإشراف عليهم إذا احتاج الأمر إلى ذلك والأمر الثامن أنه عند المغادرة يود أهله وأقاربه ومن يعز عليه فيقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ويردون عليه نستودع الله دينك وأمانتك وخاتم عملك وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لمن طلب منه أن يوصيه من المسافرين زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت فهذه المسائل أدعية جليلة وعظيمة فيحرص الإنسان عليها ولا يستهين بها الأمر التاسع هو أن يعلم المسافر أنه في حال سفره في ضر هو محل إجابة الدعاء فعليه أن يشغل نفسه بالدعاء وأعظم ذلك ذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام ويتأكد هذا عند ركوبه لراحلته أو الشيء الذي يركبه من طائره أو سيارة أو نحوها فلا ينسى دعاء الركوب ثم دعاء السفر ويواضب عليها في ذهابه وعودته وتنقلاته ومن المسائل التي ينبغي أن ينتبه لها الناس وهم يغفلون عنها وقليل من ينتبه لهذا أن الإنسان إذا صعد على مكان مرتفع فإنه يكبر الله وإذا خفض وهبط في مكان من خفض أنه يسبح الله وقد جاء عن جابر رضي الله تعالى عنهم قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا رواه البخاري وجاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم رواه البخاري ومسلم فالإنسان لا يجهر بذلك جهرا شديدا وإنما يكون بحيث يسمع نفسه أو من بجواره كما أن الإنسان إذا نزل منزل أو جلس في مكان فإنه يدعو بالدعاء الوارد في هذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن الأداب العامة هو أن يتحر الإنسان المسافر الإحسان الإحسان إلى من يتقي به قولا وعملا من دعوة إلى الله وتعليم جاهل وإحسان لمحتاج فإن هذا من أهم الأمور وأفضلها ومفتاح لتيسير الأمور كما أنه إذا انتهى من حاجته أنه يستحب له أن يرجع عاجلا ولا يتوانى ولا يتأخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله رواه البخاري ومسلم هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب السفر أنواع منه ما هو واجب كالحج وكالجهاد الواجب لدفع العدو ومنه ما هو مستحب كالحج غير الواجب والعمرة غير الواجبة ومنه ما هو مباح كالسفر لتجارة مباحة وما شابهها ومنه ما هو مكروه كالسفر لغير حاجة ومنه ما هو محرم والسفر المحرم كأن يسافر لفعل محرم إما تجارة بمواد محرمة أو لفعل أمور محرمة فهذا سفره يسمى سفر معصية وذكر بعض أهل العلم على أن مثل الذي يسافر سفر المعصية لا يترخص برخص السفر فليل سأله الجمع ولا القصر ولا الفطر ولا المسح ثلاثة أيام وعندما الرخص إنما هي لغير الباغي فمن اضطر في مخمصة فإن له أن يأكل من الميتة إذا كان غير باغي وأما إذا كان باغي فلا يترخص فليس له ولو كان مضطرا أن يأكل من الميتة فكذلك السفر إذا كان سفر معصية ليس له أن يترخص برخص السفر وهذا عليه كثير من أهل العلم وبعض أهل العلم قال إن السفر مبيح إن من سافر سافرا يصدق عليه المعنى الشرعي في السفر فإنه يترخص برخص السفر من رخص السفر التيمم التيمم يشرع للإنسان عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله فإذا أن الإنسان سافر ولم يجد ماء فيتيمم أو أن الإنسان كان في الحضر ولم يجد ماء قريبا إلا بسعر مرتفع فإنه يشرع له التيمم كذلك الإنسان المريض الذي إذا استعمل الماء تضرر من الماء بتأخير بتأخير الشفاء كأن يكون مواضع الوضوء مجروحة فلا يمكن غسلها وإذا غسلها تأخر برؤه فله أن يتيمم ولو كان الماء عنده كذلك الإنسان الذي يتضرر باستعمال الماء لشدة البرد وعدم وجود وسائل التدفئة من مسخنات للماء أو مدفئات للمتوضع أو المغتسل والله تعالى يقول وإن كنتم جنوبا فاضطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا والتيمم هو أن يضرب الإنسان بيديه بكفيه على الأرض الطيبة الطاهرة التي لها غبار ضربة واحدة ويمسح بيديه وجهيه ويمسح باطن كل واحدة بظهر الأخرى ويخلل بين أصابعه المسألة الثانية المسح على الخفين المسح على الخفين يشرع في حال الحضر يوما وليلة وفي حال السفر ثلاثة أيام بليليها والخف هو الذي يغطي القدم كاملة من أطراف الأصابع إلى الكعبين فتكون الكعبان مغطاة بالخف هذا هو الخف ومثل الخف في الجوارب إذا كانت سميكة فإنها تأخذ حكمها بحيث لا يرى من ورائها لون بشرة القدم فإنه يمسح عليها ومن شروط المسح على الخفين أن يلبس هما بعد كمال الطهارة فإذا أن الإنسان لبسها بعد كمال الطهارة بشروطها بأن تكون ساترة للقدم مع الكعبين وأن تكون غير مخرقة وغير شفافة وأن تكون ثابتة بنفسها لا تدخل وتخرج فإنه يمسح عليها تبدأ مدة المسح من أول مسحة بعد الحدث مثال ذلك لو أن إنسانا توضع قبل المغرب ولبس خفيه وصل بهذا الوضوء المغرب والعشاء وبعد العشاء انتقض وضوءه واستيقض لصلاة الفجر فمسح على خفيه المسافر يبدأ والمقيم يبدأ مسحه من صلاة من هذا الوقت الذي مسح به لصلاة الفجر فمن هذا الوقت يحسب المقيم يوما وليلة والمسافر يحسب ثلاثة أيام بليليها يعني إلى فجر اليوم الرابع فيبقى بهذا اللبس على خفيه ما لم ينزعهما فإن نزع على الممسوح انتهى مدة المسح وعليه أن يستأنفها وقد جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم كما جاء عند مسلم رحمه الله المسألة الثالثة هي قصر الصلاة القصر هو خاص بالسفر وليس هناك قصر للصلاة في غير السفر والقصر إنما يكون في الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء فقط لا غير وقد جاء الدليل على هذا في قوله تعالى وإذا ضربتم في العرض فليس عليكم جناح عن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم عن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا والضرب في العرض هو السفر وعن أعلى بن أمية قال قلت لعمر فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم عن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عجبته مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال فقال النبي عليه الصلاة والسلام صادقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أي قصر الصلاة صدقة من الله تبارك وتعالى عليكم فاقبلوا هذه الصدقة وصلاتك في السفر ركعتين أفضل من صلاتك أربع والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وقد تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في أسفاره سواء كان حاجا أو معتمرا أو غازيا قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة من حج أو عمرة أو جهاد أو غيره أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين وأجمعوا وأجمعوا على أنه لا يقصر في المغرب ولا في الصبح ثم إن هناك مسائل قد تعرض الإنسان قد ينسي الصلاة في السفر ويتذكرها بعدما يصل فكيف يقضيها يعني لو أن إنسانا نسي صلاة تقصر من ظهر أو عصر أو عشاء نسي أن يصليها ثم وصل إلى أهله وهو فتذكر أنه لم يصلي تلك الصلاة فيصليها بالإتمام لأنه في حال لا يكون فيها مسافر فيصليها أربع يعني نسيت أن تصلي العشاء ثم بعد ساعتين أو أكثر وصلت إلى أهلك فتصليها أربع مسألة ثانية إنسان في الحضر نسي صلاة وتذكرها وهم مسافر فيصليها صلاة حضر أربع لأنها واجبت عليه أربع فيعديها كما وجبت ومسافة السفر عند جماهير أهل العلم هي أربعة برد والبريد مسيرة نصف يوم وهو أربعة فراسخ والفراسخ ثلاثة أميال وبحسابنا في الوقت الحاضر تعادل أربع ثمانين كيلو مسيرة يوم وليلة أربعة برد مسيرة يوم وليلة تعادل للدابة التي تسير سيرا معتادا كما هو عادة المسافرين في وقتها ما يعادل أربعة وثمانين كيلو فهذه مسافة القصر عند جمهور أهل العلم وهي الأحاديث جاءت بأن الإنسان إذا سافر يوما وليلة يقصر الصلاة والآن سهلت وسائل الانتقال بالسيارات والطيارات ونحوها فقد لا يكون مسافة أربع وثمانين كيلو يقطعها الإنسان بالسيارة بساعة أو أقل فإذا انتقلت من هنا إلى الطائف فإنك تعتبر في الطائف مسافر لكن من هنا إلى جدة لا تعتبر مسافر لأن المسافة بيننا وبين جدة هي أقل من هذه المسافة بكثير هي تعادل خمسين أو خمس خمسين كيلو والإنسان إذا سافر ونوع الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه من حين وصوله يعتبر مقيما وأما إذا كان يريد أن يبقى أربعة أيام فأقل فإنه يعتبر مسافر وإذا كان الإنسان لا يدري متى يسافر هو جاء إلى هذا البلد ولا يدري متى يعود وينتقل منه هل يجلس يوم أو ثلاثة أو سبوع أو شهر فيعتبر مسافرا ولو جلس أشهر يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله إذا نوع أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في حجة الوداع جاء في اليوم الرابع فجلس بمكة الرابع والخامس والسادس والسابع أربعة أيام وفي صبيحة اليوم الثامن ذهب إلى ميناء فلم يجلس بمكة إلا أربعة أيام وانتقل بعدها إلى ميناء فعد ذلك هي أدنى مدة للإقامة التي تقصر فيها الصلاة وما زاد عليها فإنه يعتبر مقيما إذا كان يريد أن يبقى بمكة خمسة أيام أو ستة أيام فمن حين وصوله يعتبر مقيما ولا يترخص بشيء من رخص السفر المسألة الخامسة الجمع بين الصلتين يجوز للإنسان المسافر أن يجمع بين الصلوات يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء ما كان أرفق له من جمع تقديم أو جمع تأخير وقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوما آخر أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل ما هو الأرفق به والأرفق بمن معه من المسلمين مما هو أيسر لهم فإذا كان الأرفق بهم جمع التقديم جمعوا جمع تقديم وقدموا العصر مع الظهر وقدموا العشاء مع المغرب وإذا وإذا الأرفق بهم هو التأخير أخر الظهر مع العصر وآخر المغرب مع العشاء وكل إنسان بحسب سيره أو إقامته والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا ليبين للناس الجواز وكان جالسا وهذا في غزوة تابوك كان النبي صلى الله جلس عشرين يوما يقصر لأنه في كل يوم وهو يخطط على أنه سيسير وينتهي فلم يكن مقررا أنه يقيم مدة طويلة فلا يستدل به على أن الإنسان إذا جلس مدة طويلة يقصر لا إذا كان يعرف أنه سيجلس مدة طويلة لا يقصر ويعتبر مقيم وعما إذا كان يعرف لا يدري هل يجلس يوم أو يومين أو أكثر فإنه يعتبر مسافر ولو طالت به المدة ويسترط في جمع التقديم أن ينوي الجمعة عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى فإذا كان يريد أن يصلي العصر مع الظهر فلابد أن ينوي الجمعة عند تكبيرة الإحرام للظهر فيصليها جمعا وكذلك عندما يريد أن ينجمع العشة مع المغرب فينوي الجمعة عندما يريد تكبيرة الإحرام للمغرب وأما جمع التأخير فإن الإنسان الذي يريد أن يجمع التأخير ينوي تأخير الصلاة الحاضرة إلى وقت اللاحقة حتى أنه لا ينسب إليه تفريط في التأخير وجمع التقديم لا يكون بين الصلاتين نوافل وإنما يأتي بالصلاة الثانية بعد الأولى مباشرة إذا سلم من الأولى أقام وسل الثانية ولا يتنفل بينها وأما جمع التأخير فلا حرج لو أنه تنفل بينها أو تأخر ربما ربما يسأل بعضكم ما حكم الصلاة صلاة الفريضة على المركوب من سيارة أو قطار أو طائرة أو نحو ذلك إذا كان الإنسان يصل إلى مكانه وينزل فيه ويدرك الوقت فإنه يؤخر حتى لو لم يكن إلا آخر الوقت فيصليها وهو مستقر على الأرض هذا هو المطلوب لكن إذا كان يخشى أن لا يصل إلا بعد خروج الوقت فيزمه أن يصلي إذا كان فيه مكان مهيأ للصلاة في السيارة السيارة يقف يلزم أن يقف لكن لو أنه لم يبالي بك وأصر على رأيه وهو لا يقف إلا بعد غروب الشمس وأنت ما صليت الظهر والعصر فإنك لا بد أن تصليها فتصليها إذا كان في مكان مهيأ للصلاة في السيارة أو في القطار أو في الطائرة تصليها على هيئتها من قيام وركوع وسجود وجلوس وإذا لم يكن هناك مكان مهيأ للصلاة فإنك تصليها على قدر استطاعتك لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فيجتهد الإنسان في استقبال القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام ويجلس على كرسيه ويومئ بالركوع والسجود حسب استطاعته صلاة صلاة النافلة على الراحلة في السفر هذا من سماحة هذا الدين فالله تعالى أباح للإنسان المسافر أن يصلي على راحلته ويتنفل ما شاء حيثما توجهت به لقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله فالإنسان يصلي على الراحلة النافلة ولا يشترط استقبال القبلة وهو يقود السيارة مثلا أو الطائرة أو غيرها يصلي ويومئ بالركوع والسجود من أحكام السفر ومن سمحة هذا الدين أن الله تعالى جعل للإنسان المسافر هو بعمله في وقت إقامته يقول عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كاتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا فالإنسان الذي يواضب على السنن والصلوات والنوافل والطواف وإلى آخره من أنواع العبادة إذا سافر هي ماشية علىه ومكتوبة له ومستمرة له النبي عليه الصلاة والسلام ما شهد يواضب على شيء من النوافل مثل مواضبته على سنة الفجر وعلى الوتر فكان عليه الصلاة والسلام يواضب عليها حتى في السفر يصلي الوتر وهو مسافر ويصلي سنة الفجر وهو مسافر غيرها من النوافل لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم وهو يقصر الصلاة الرباعية فمن فضل الله تعالى على هذه الأمة أن جعل أعمالها الصالحة تسري لها وتكتب لها وإن كانت متوقفة عنها بسبب السفر وهذا من فضل الله جل وعلا وكرمه من المسائل المهمة هي عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر فالجمعة تسقط عن المسافر لكن لو أنه صلاها في طريقه أو مع الناس فإنها تجزئه عن الظهر ولا يسب إليه تقصير إذا أنه لم يصلها لكن إذا صلاها أجزأته عن صلاة الظهر وهذا من كرم الله تعالى وتسيره لكن ليس للإنسان أن يسافر إذا حان وقتها يعني إنسان مقيم لعما جاء ودخل وقت صلاة الجمعة سافر هذا غلط خطأ عليه وفعله محرم الواجب عليه أن يصلي الجمعة لو أنه سافر قبل وقتها فلا شيء عليه لكن إذا دخل وقتها فيجب عليه أن يصليها إلا إذا كان سيصليها في طريقه بمعنى أنه إذا مر ببلد يصلي معهم الجمعة فإنه يسقط عنه الإثم حينئذ من الرخص في السفر رخصة الفطر في رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فإذا كان الإنسان مسافرا فإنه يقضي هذه الأيام إذا شاء يفطر ويقضيها بعد رمضان ولو كان لا يجد مشقة والعصر في الفطر أن السفر مضنة المشقة لكن لو أن الإنسان لم يجد مشقة فهل يأثم إذا أفطر نقول لا يجوز له الفطر ولو لم يجد المشقة لكن لو صام صح صيامه وهو أولى وعفضل في حقه إذا كان الإنسان لا يجد مشقة في الصيام في السفر فالأفضل في حقه أن يكون صائما وإذا كان يجد مشقة فالأفضل في حقه أن يكون مفطرا النبي النبي عليه الصلاة والسلام كان غالب أحواله أن يكون صائما وإذا رأى بالناس مشقة فإنه يفطر وفي مرة كان الحر شديدا وصار وأفطر بعض الناس وبعضهم بقي صائما والذين صاموا تعبوا فانشغل المفطرون بخدمتهم من التضليل والعناية بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر وقال لهؤلاء ليس من البر الصيام في السفر بمعنى أنكم وعنتم تريدون الأجر والثواب تصومون الذين أفطروا أكثر منكم أجرا وأكثر منكم ثوابا فإذا كان الإنسان يجد مشقة من الصيام وهو مسافر فإن الأفضل في حقه أن يفطر وإذا كان لا يجد مشقة كحال غالب أحوال السفر في هذا الزمن من مراكب مريحة وهواء وظل ونحو ذلك فالأفضل له أن يكون صائما لإبراء ذمته من الصوم فإن الإنسان إذا أفضل شغلت ذمته بالقضاء فكون الذمة بريئة من القضاء يكون أفضل إذا لم يجد الإنسان في ذلك مشقة ولا تعبا هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذه المسألة التي يحتاجها كل إنسان في هذا الزمن نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدين وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر